مشاهدين الكرام في كل مكان نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب بنرحب بكل مداخلاتكم وبكل أيضا أسئلاتكم وإضافاتكم اللي ممكن تضفوها من خلال مشاركتكم لهذا البرنامج كمان بنشجعكم على متابعة صفحة قناة الحياة ومنها أيضا على باقي الصفحات لكل البرامج الخاصة التي تقدم مباشرة على قناة الحياة وتابعونا أيضا على الفيسبوك وبنسعد جدا بكل مرة تكتبوا فيها لينا وتعلقوا على الفيديوهات موضوع حلقة النهاردة هو هل نفأ المسيح حقيقة لهده؟ هل المسيح هو على الأرض؟ نفأ حقيقة كونه أنه هو كلمة الله الأزلي المتجسد الإيمان المسيحي كله يبنى على حقيقة من هو يسوع وماذا فعل يبنى على طبيعة شخصه ويبنى على عمله الكفاري إلا أن الإخوة المسلمين في رفضهم لمن هو يسوع ورفضهم أيضا لما فعل يسوع يحاولون أن يتعنوا في حقيقة شخصه ويتعنوا أيضا في حقيقة فدائه وخلاصه للبشر عشان كده بيستعدوا في الماء العكرة وبينتزعوا الآيات الكتابية من سياقها وما فيش أبدا أي حوار أو أي نقاش مع مسلم إلا ويجيب لك آيات يعني شبعنا منها وردينا عليها مرات ومرات ومرات ورد عليها غيرنا أيضا الكثيرين يمكن يقول لك المسيح قال في الآية دي إني كذا وبكده بينفي عنه لهد موضوع النهاردة هو هناخد هذه الآيات وأنا أحاول أتحدى المسلمين اللي بيترحوا هذه الآيات واللي بينزعوها من سياقها وعايز أقول لهم حاجة مهمة جدا في نفس السياق اللي بتورد فيه الآية اللي بيفصرها على مزاجه يوجد إعلانات إلهية قالها المسيح النفسي فهل معنى هذا أن المسلم يقبل ما قاله المسيح النفسي في نفس الأصحاح وفي نفس السياق كما يقبل ويفصر الآية اللي هو مستند عليها أن المسيح نفى عنه لهوته وهو مجرد نبي عادي ورسول مثل باقي الرسل خلينا نشوف المسيح قال إيه عن نفسه ماذا قال الرب يسوع وأنا هجيب هنا مجموعة من الآيات اللي دايما الإخوة المسلمين بيكرروها كويس وبيحطوها وربعا سواء عارفين معناها ولا مش عارفين معناها لكن بيستخدموها دايما في الهجوم على حقيقة لهوت المسيح وزي ما قلت في مرات ومرات عديدة أن حقيقة لهوت المسيح بدأت من فم يسوع المسيح نفسه وكلمنا في حلقات سابقة عن أنه مش ممكن إنسان عادي يقول الكلام اللي قاله الرب يسوع المسيح ما فيش إنسان عادي على وجه الأرض يقول أن الملائكة هي ملائكته وما فيش إنسان عادي على وجه الأرض يقول أنه يجلس على كرسيه ليدين كويس وما فيش إنسان عادي يقدر يقول لإنسان خاطئ بسبب خطيته ربنا أدانه سواء بمرض أو بشلل قم مخفورة لك خطيئك وما فيش إنسان أبدا عادي يعلن ما قاله يسوع المسيح الذي قال عن نفسه قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن من رآني فقد رأى الآب أنا والآب واحد لا أحد يعرف الآب إلا الإبن ولا أحد يعرف الإبن إلا الآب الذي قال أنا هو خبز الحياة أنا هو نور العالم أنا هو القيامة والحياة أنا هو الباب أنا هو رأى الخراف أنا هو الطريق والحق والحياة لا يمكن كل هذه تجتمع في إنسان ولا يوجد إنسان على هذه الأرض قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثق لي الأحمال وأنا أريحكم لكن أي نبي أو أي رسول كانت دعوته واضحة جدا ارجعوا للرب ليترك الإنسان ليترك الإنسان الشرير طريقه وليرجع إلى الرب لكن المسيح يقف يقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثق لي الأحمال وأنا أريحكم يبقى لازم نقف نقف قدام هذا الذي وقف أمام البحر والريح وبكلمة انتهر البحر والريح نقف أمام هذا الذي أحيى الموت بكلمة نقف أمام هذا الذي كان يقول ويصنع خيرا علم ما لم يسمعه الإنسان الذي يعاش على هذه الأرض وقال أقوالا ما زالت هي نبراسا للبشرية منذ أن نتق بها يسوع المسيح لكن يسوع أيضا قال كلمات إخوة المسلمين هي اللي بيستخدموها كويس من ضمن هذه الكلمات التي قالها يسوع أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا كما أسمع أدين ودينونتي عادلة لأني لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الآب الذي أرسله على طول يقول لك بص أهو المسيح بيقول إنه ما يقدرش يعمل حاجة من نفسه يبقى هو مش الله لأن الله بيعمل كل حاجة بقدراته ده هنيجي للنص ده أنا بس بقول لك الآيات اللي اللي بتتقال كويس الآية التانية لأني قد نزلت من السماء ليس لأعمل مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني ولكن كل رسول دي كانت رسلته أفعل مشيئة الذي أرسلني يحن ستة وعدد ثمانية وتلاتين يحن سبعتاشر وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي ويسوع المسيح الذي أرسلته هنا يقول لك بص هو المسيح ميز ما بينه ما بين الإله الحقيقي فهو ليس إلها لكن هناك إله حقيقي وعلى طول بيأخذوا الآية دي دون فهم ودون حتى تفسير ودون معرفة ماذا كان يسوع يقول ودون السياق ما قبلها وما بعدها وبيطير بيها لمجرد إنها بتيجي على هوا كويس مرؤس 13 طبعا الآية المفضلة لهم وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهم أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن إلا الآب ونقشناها قبل كده ونقشها كثيرون أيضا من خدام قناة الحياة قبل كده فالمسيح هنا ينفي عنه كلي المعرفة وهو بهذا لا يمكن أن يكون الله طيب قال يسوع أيضا لمريم مجدلية لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي وأبي إلى أبي ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم كيف للمسيح أن يقول إلهي وإلهكم المسيح ينفي عن نفسه أنه هو الله والآية طبعا المحببة في الطعن على صلب وموت المسيح اللي موجودة في عبرانين خمسة وعدد سبع الذي في أيام جسده كلم عن يسوع المسيح اسقدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتدرعات للقادر أن يخلصه من الموت وسمع له من أجل تقوه يقولك شفت ربنا عملي بها ربنا أنقذه راح جايب حد ورح رامي عليه شبه المسيح إحنا ما نعرفهش والمسيح فلت منهم وربنا أنقذه سمع له من أجل تقوه الآية زمهلة المفضلة في طعن على تاريخية صلب المسيح وكأن كاتب العبرانين لم يقرأ إلى نجيل ولم يعرف التاريخ وكأن كاتب العبرانين ينفي كل السفر بينفي صلب المسيح طبعا اللي بياخد الآية دي هو لا أرى كتاب سفر العبرانين ولا يعرف القرينة بتاعت سفر أو رسالة العبرانين ولا يعرف موضوع أساسا رسالة العبرانين ولا يعرف أيضا ماذا قالت رسالة العبرانين عن حقيقة صلب وموت المسيح وقيامته هو ليه آية عجبته ظن إنها ممكن تنفع إنها تؤيد النص القرآني اللي هو كتب وشاهد ما شافش حاجة فيطعن في صلب وموت المسيح طيب نيجي إلى أول حاجة آية منزوعة من سياقها المسلم لا يهتم بالسياق المسلم يتعامل مع الكتاب المقدس على إنه سوق الخميس زي ما قلت قبل كده هو داخل سوق الخميس عمال يدور مش عارف هو داخل ليه بس بيدور على حاجة يرجع بيها البيت كويس فلا يهتم بدراسة النص ولا يهتم بسياقه ولا يهتم بأي حاجة المهم إنه يجد آية يعني بحسب تفكيره آه الآية دي تنفع نطعا فيها خيس طيب أخذ الأخت سعيدة من الجزائر أهلا أهلا وسهلا بيك وعليكم السلام ورحمة الله أنا ما معرفش نهدر بزاف العربية بس أنا أمزيغية بس نحن نفهم شوية طيب ممكن حضرتك بس تتكلمي من التليفون علشان الصوت ما بقاش فيه صدى طيب تفضل أخي أنا أنا كنت أنا كنت مستلي مع سامعك أنا سامع حضرتك تفضلي أنا أنا كنت مسلمة ومان مارشت ديانات الإسلام وعندهم بعد ومش معمره الوقت وليت تبعته تهوشت وجعل دي وليت بديت نمات ديانات الإسلام يعني حضرتك 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 كنت مسلمة وسبت الإسلام صح وسبت الإسلام لأسباب لأسباب الإحتفل يعني أعيش بحياة غاية لا توصف لا توصف لا يعني لا توصف جاني كنت وليسلي وبعد جاني شوال جاني الوسواس وجاني الخوف وجاني العصبية وجاني كل استيرابات و سيلوس سيلوس ما فيه أوكي خويا جيتني العصبية وليت ما نحتمل شغى حياتي وقسم عظما ما نحتمل حياتي لأني قسم برب الكو يما يقول وبعد بديت 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 لفاسبوك ونتخلى مليكن صغيرة نحب الاسم كعيسى يعني ما نعرش في الوقت هذا كفيتنا المسيح وسمو يسوع احنا برد في الكتاب الاسلام نشوفه بالعيسى عليه السلام وبعد بديت ندخل في هذا شي ودخلت نبحث 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 أنا كنت نبحث في الاسلام انصدمت انصدمت وربي شهد لي واش انصدمت يعني انصدمت بكل شي في حياتي بس احنا امازيغ اللي كتاريان مسلمي امازيغ عادي عادي امازيغ امازيغ وخلاص ما امازيغ منا دورك بزب عندنا بزب من الامازيغ مرتو ديانات المسيح يا ربي اربنا يسوع يعني ورعب وعدم سلام وعدم السلام وربي شهد والله والله من يعيش اهل في سلطوك كنت ديبلاسيت ديبلاسيت ما احنا عايشين في الامازيغ ومبعد ديبلاسيت جيت العاصمة وفي العاصمة كيفزت مسلمي ما شك ما احنا وحضرتك بحستي بحستي على الانترنت وعالفيسبوك وبدأت تعرفي عن يسوع المسيح صح صح لا ايه هون بعدين ايه ونقطار يوم بعد نحط هات دالي اللي بغل نتع المسيح ونحط للكتاب في الفايت بوك ما عنديش وين نجيب الكتاب المقدس ما عنديش وين نجيبه ما نعرف شاني وين نجيب الخط وين نجيب ما عرب حضرتك عايشة حضرتك عايشة في الجزائر في العاصمة صح ممكن تتركي رقمك في الكنترول وا احنا نعرف ناس جزائريين مؤمنين حلوين يقدروا ان هما يوصلوا لك الكتاب المقدس وايضا يعني يعني كل لحضرتك اللي ممكن يساعدك في معرفة شخص يسوع المسيح والله يخليكم مرب ان شاء الله يساعدكم ساعدوني ساعدوني الخرج من هذه الازمة امين ربنا يبركك وشكرا على اتصالك ادعوني امين انا انا ساعدة من الجزائر وحنا كمان شكرا لك يا اخت ساعدة من اجل الاتصال ونصال للاجلك وان الرب يكمل معاك ويكمل مع اسرتك امين امين شكرا لك سلام عليكم سلام شكرا لك شكرا لك شكرا لك ينتشل لها زي ما بدأ معها يكمل ايضا معه زي ما قلت انه الايات اللي تقال دي ايات منزوعة من سياق وانا في الحلقة دي انا عايز اتحدى الاخوة المسلمين تحدي حضرتك جبت اية مثلا من انجيل يحنى زي الاية دي سوري خلص الجزء ده انه في نفس الاصحاح اللي وردت في هذه الايات توجد عشرات الاعلانات الاخرى التي تؤكد ويؤكد من خلالها المسيح على لهوته فالتحدي اللي بضعه قدام الاخوة هل يمكن ان يقبل المسلم بقية الاعلانات التي اعلنها يسوع المسيح عن لهوته في نفس الاصحاح واذا لا يقبلها هل يمكن ان يفسرها لنا هاجي مثلا الجزء ده لما بيقول الرب يسوع انا لا اقدر ان افعل من نفسي شيئا كما اسمع ادين ودينونتي عدلة لاني لا اطلب مشيئتي بل مشيئة الاب الذي ارسلني يحنى خمسة يعتبر انجيل يحنى وبالاخص اصحاح خمسة من اكثر الاصحاحات التي تحتوي على اعلانات المسيح عن نفسه وعن لهوته وانه هو الله الظاهر في الجسد فاذا المسلم حضرتك استعطي زي بقيت شحتين فجأة لقوا المفلوك دوا شايل البطنية بتاعته والسجادة بتاعته على كتفه وماشي فقالوا مش هو دا اللي كان قاعد عند البركة تعالا هنا دا بتعمل ايه ازاي قمت قالوهم يسوع شفاني وصلت في النهاية انه ما كانش الاول يعرف يسوع لكنه عارف يسوع لان يسوع لم يقل له انا يسوع المسيح لكن قالو على طول قم احمل سريدك وقامش فقالوا ازاي 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 تعمل كده انت مش عارف ان النهار دا سبت لا يحل لك ان تحمل بطنيتك وسجاتك وتقوم دا النهار دا سبت انت كده كسرت السبت ويسوع المسيح اللي انت بتقول انه هو شفاك لا يحق فانت اللي اتنين كسرت السبت المهم دخلوا في حوار مع الرب يسوع الحوار انه كانوا يطلبوا ان يقتلوه لانه كسر السبت وعند الرب يسوع قال لهم ابي يعمل حتى الان وانا اعمل هنا يقول لهم فاجابهم يسوع ابي يعمل حتى الان وانا اعمل فمن اجل هذا كان اليهود يطلبون اكثر ان يقتلوه يعني الاول كانوا بيعايزين يقتلوه لانه كسر السبت لكن لما قال لهم ان ابي يعمل وانا اعمل حتى الان كانوا يطلبون اكثر ان يقتلوه لانه لم ينقض السبت فقط بل قال ايضا ان الله ابوه معادلا نفسه بالله الوحيد الذي يعمل يوم السبت هو الله هو اعطى لشعبه الوصية اذكر يوم السبت لتقدسه عملا لا تعمل لا انت ولا بهيمتك ولا حمارك ولا العبد اللي بيتك محدش يشتغل يوم السبت بحسب سفر الخروج اصحاح 20 من الوصية يوم السبت فاليهودي عارف كده كويس لكن اليهودي ايضا يعلم جيدا ان الله مش ممكن يترك العالم بدون عناية ومش ممكن ابدا يترك الانسان بدون عناية فهو يعتني بالانسان حتى يوم السبت كويس فلما ييجي المسيح ويقول ابي يعمل الوحيد الذي يعمل هو الله يهوى ويقول المسيح ابي يعمل وانا اعمل هو عمل نفسه ايه عادل نفسه بالله وده معنى ابن الله من نفس الجوهر من نفس الطبيعة هل يمكن ان يقبل المسلم كلام المسيح هل يمكن ان يقبل المسلم اعلان المسيح عن نفسه في هذه الآية انه هو معادلا لله ده اليهودي اللي مش بيؤمن بالمسيح فسر وفهم كلام المسيح على كده لانه ده المعنى الحقيقي طبعا المسلم ما بيفسرش يحن خمسة هو واخد الآية دي على عما وماشي بيها كويس وبعدين الرب يسوع في نفس الأصحاح يقوله لأنه كما أن الآب يقيم الأموات ويحي الوحيد الذي يقيم الأموات ويحي هو الله ده انت عندك في القرآن هو وحده الذي يحي الوحيد الذي يحي كذلك الابن أيضا يحي من يشاء خلوا بالك الابن يحي من يشاء كما أن الآب يحي من يشاء كلمة الله أيضا يحي من يشاء لأن الآب لا يدين أحدا لأنه قد أعطى كل الدينون للابن لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الآب إكرام الابن هو نفس إكرام الآب لأن من لا يكرم الابن لا يكرم الآب الذي أرسله ربي سوعنا بيقول أنه هو الله الذي يقيم ويحي من يشاء أنا أنا هشرح العلاقة ما بين الآب والابن بس أنا بس عايز أنه يفكر في الآيات دي اللي موجودة في نفس السياق في نفس الأصحاح مرح مرحنش برا مرحنش برا لأنه كما أن الآب له حياة في ذاته الله موجود بذاته له حياة في ذاته كذلك أعطى الابن أيضا أن تكون له حياة في ذاته بمعنى أنه لا يمكن أن يكون الله في لحظة من اللحظات بدون كلمة غير متكلم فكلمة الله تحيي وأعطى سلطانا أن يدين أيضا لأنه ابن الإنسان لا تتعجب من هذا فأنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته صوت يسوع هتأتي ساعة يسمع فيها جميع الذين في القبور صوت يسوع لا موت كل الذين ماتوا يعني أنت بتتكلم على البشرية كلها أنت بتتكلم على كل العالم يعني 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 الواحد لو لو صوته عالي هيجيب لآخر الشارع من الذي يستطيع أن يسمع صوته في كل المسكونة ومان الذي تقوم وتطيع هذا الصوت كل الأموات يطيعونه ويقوم ويقوم مين ده هو هو ليه ربنا مداش لمحمد حاجة من دي اش معنى الحاجات دي اده للمسيح واش معنى المسيح وحده 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 وليس سواء يعمل أعمال لا يعملها إلا الله وحده وفران الخطايا إقامة الأموات الدينون الأخيرة روحة المتعبين أنا عايزك عايزك وانت بتقرأ النص أخوي المسلم ان انت تقرأ ما قبل وما بعد وتفكر وتعطي فرصة لله انه يفتح قلبك وزهنك متعملش فيها بقى اللي ايه اللي اكتشف ما لم يكتشفه أحد واللي هيدمر الايمان المسيحي عبارات كده الواحد يسمعها يعني بيت حك الآية التي تدمر الايمان كأنه مثلا المسيحيين دول مجموعة من الجهلة لم يدرسوا الكتاب ولا يعرفوا في ايه وكأن الايمان المسيحي ايمان هش لا يصمد امام آية ولا اتنين بحسب تفسيرك منت بتكلم يعني خليك شوية عائل في كلامك طيب ماذا عن يحنى 6 رب يسوع في يحنى 6 قال لاني قد نزلت من السماء ليس الاعمال مشيئتي بل مشيئة الذي ارسلني يحنى 6 لكن لاني نزلت من السماء ليس الاعمال مشيئتي بل مشيئة الذي ارسلني وهذه مشيئة الاب الذي ارسلني ان كل ما اعطاني لا اتلف منه شيئا بل اقيمه في اليوم الاخير لان هذه هي مشيئة الذي ارسلني ان كل من يرى الابن ويؤمن به تكون له حياة ابدية وانا اقيمه في اليوم الاخير ده بيأكد قيامته الاموات يسوع المسيح انا بتكلم عن لهوته لكن كمان بتكلم عن نسوته وعن تجسده وينفعش تاخد الاية دي واتطير بيها وهقول ازاي نفهم الجزء ده لان احنا ما عندناش احنا كمسيحيين ما عندناش اي مشكلة في كلام المسيح المشكلة كلها فيك انت لكن ده ما بيأثرش في ايماننا في المسيح لان احنا بنفهم انه لهوت المسيح مبني على كل الكتاب والايات دي فيه سياقها بتفهم وفيه فهمنا لطبيعة المسيح وتجسده بنفهم الايات دي لكن حضرتك لا عايز تفهم تجسده ولا عايز تفهم طبيعته فالايات دي بالنسبة لك هي مش بتصدمك الايات دي بالنسبة لك هي مجرد يعني بتستخدمها تدافع بيها عن وجهة نظرك يحن 17 بقى يحن 17 الاية اللي يعني زي ميقولوا الاية التي تهدم المسيحية ايه بقى الاية التي تهدم المسيحية في عدد 3 وهذه هي الحياة الابدية how do you define ازاي نحن نعرف الحياة الابدية ان يعرفوك انت الاله الحقيقي والمسلم يروح واقف هنا يعرفوك انت الاله الحقيقي يبقى يسوع ناحة تانية مش الاله الحقيقي هل ده معنى الاية هل ده اللي بيقصد يسوع يعرفوك انت الاله الحقيقي وانا في النحية التانية خالص انا مجرد ايه ويسوع المسيح الذي ارسلته والمقارنة تكون ما بين الاله الحقيقي ويسوع المسيح وبما انه يوجد اله واحد حقيقي يبقى يسوع المسيح ليس الاله الحقيقي بجد طب اريت ما بعد وما قبل اريت صلاة يسوع ومناجات يسوع للآب في يحن 17 يقولوا كده ايها الآب قد اتت الساعة وناسبك انت تبحث عشان تقول لنا يعني ايه الساعة دي الا اشار اليها مرات ومرات لانك تكتشف انها ساعة الصلب والموت والفداء ايها الآب قد اتت الساعة مجد ابنك ليمجدك ابنك ايضا اذ اعطيته سلطانا على كل جسد مسيح له سلطان على كل البشر ليعطي حياة ابدي لكل من اعطيته مين اللي بيدي حياة ابدي وبعدين هنا المسيح يقول لنا ايبا يقول لنا وهذه هي الحياة الابدية ان يعرفوك انت خلوا الاله الحقيقي وحدك ليست مقارنة بين الاله الحقيقي ويسوع المسيح الذي رسلته لكن لما يقول الاله الحقيقي وحدك هي اعلان حقيقة ان كل الهة الامم ما هي الا الهة مزيفة الاله الحقيقي وحدك بمعنى الاله الجنين لما يكون حاجة عصيلة الاله الحقيقي مش المزيف مش اله الاسلام لكن الاله الحقيقي كما اعلن لنا عن نفسه في الكتاب المقدس الله بعدما كلم الاباء بالانبياء بانواع وترك كثيرة كلمنا في هذه الايام الاخيرة في ابنه الاله الحقيقي وحده مقارنة بآلهة الامم التي لها اذان لكنها لا تسمع ولها اعين لكنها لا تبصر وهذه الاوثان التي يتعبد لها الامم انه غرض مجيء يسوع المسيح هو ان يعرف العالم يسوع ان يعرف العالم الاله الحقيقي ان يترك الاوثان ان يرجع عن طرق العالم عن عبادة الاوثان فيعرف الاله الحقيقي وحده طيب ويسوع المسيح الذي ارسلته وكان يسوع يقول انه معرفة الله الاب الحقيقي لا يمكن ان تتم الا من خلال الابن المتجسد يسوع المسيح الله لأ لم يرح احد قد الابن الوحيد قد خبر كيف نعرف الاله الحقيقي كيف نعرف إلا من خلال يسوع المسيح الذي هو الإعلان الحقيقي عن الإله الحقيقي وحده عش كده يسوع هنا لا ينفي عنه الالهية لكنه يقول أن الإرسالية التي جاء لأجلها هي أن يعرف العالم الأب الذي هو الإله الحقيقي وحده ورب يسوع حطاه بكل وضوح في متى 11 وفي عدد 27 قال وليس أحد يعرف الإبن محدش يعرف الإبن إلا الإب ولا أحد يعرف الإب إلا الإبن ومن أراد الإبن أن يعلن له يبقى إزاي نعرف الإله الحقيقي مش ممكن أعرف الإله الحقيقي إلا من خلال وجه يسوع المسيح إبن الله الكلمة المتجسد اللوجوس اللوجوس المعبر لنا عن عقل الله زي ما يقول البابا شنودة هو نطق الله العاقل وعقل الله الناطق يسوع الذي أرسله هو كلمة الله المتجسد عقل الله الناطق ونطق الله العاقل فعقل الله لا ينفصل عن ذات الله لكنه المعبر والمعلن لذات الله هو المعبر والمعلن عن ذات الله لا يمكن أن نعرف الله منفصل عن يسوع المسيح عشان كده الله كلمنا في الأيام الأخيرة في ابنه الذي هو كمال إعلان الله عن نفسه يسوع لا ينفي ده نفس الأصحاح يقول أنه بالمجد الذي ليه عندك قبل كون العالم بالمجد الذي ليه عندك قبل كون العالم يعني المسيح موجود قبل كون العالم يتقبل أزلية المسيح كمسلم أنه أزلي ده نفس الأصحاح طيب يحن عشين يحن عشين يقول قال له يسوع يا مريم فالتفتت تلك وقالت ربوني الذي تفسيره يا معلم قال له يسوع لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم المسلم عنده مشكلة كبيرة إلهي وإلهكم أبي وأبيكم طيب هل أنت تعرف أنه لماذا لم يقول المسيح إلى أبينا أني أصعد إلى أبينا وأصعد إلى إلهنا لماذا قال أبي وأبيكم إلهي وإلهكم لأن هناك تميز في البنوة بنوة المسيح كابن الله يختلف عن بنوتنا إحنا كبشر عشان كده قال أبي وأبيكم إلهي وإلهكم فرق في بين النبوة البنوة الأزلية والتي من نفس الطبيعة وبين البنوة بالنعمة تبني إحنا الله تبنانا طاض علينا بنعمته لكن بنوة المسيح كابن الله معادلا لله من نفس طبيعة الله حاجة تانية إلهي وإلهكم حيث أن المسيح أخلى نفسه وأخذ سورة عبد عشان كده قال أفعل مشيئتك يا إلهي علشان كده قال إن أنا آتيت اللي كي ما أفعل لا مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني هو وضع نفسه تحت سلطان الآب ليفعل خطة الآب الأزلي لفداء البشر فهو يقول إلهي وإلهكم كإنسان كإنسان زي ما قال على صليب إلهي إلهي لماذا تركتني لكن هذا ليس طعنا في لهوته ولا ينفي طبيعة شخصه كويس نيجي إلى إلى جزء أنا عارف إنه مرء السلطة أشهر لكن أنا حابب أكلم عن الجزء مهم عشان نفهمنا الآيات اللي إحنا جبناها دي كلها نقدر نفهمها إزاي ويساعد المسلم أيضا إنه يحاول إنه يفهم المسيح كما نعرفه نحن كما أعلن هو عن نفسه كويس من هو يسوع المسيح بالنسبة للمسلم يرى يسوع المسيح من منظور واحد هو المسيح عنده منظور واحد هو بحسب قرآنه المسيح مجرد إنسان كويس مجرد إنسان وعش كده بيحاول المستميت إنه يجد الآيات اللي بتتحدث عن إنسانية المسيح ويفصرها على أنها طعن في لهوت المسيح وقدين بالكم النقطة اللي هو بيحاول فيها هو بيعمل إيه هو بيترك كل الآيات وكل الإعلانات اللي تقلت في كتاب أدس عن لهوت المسيح لكن هو بيؤمن أن المسيح مجرد إنسان فيبحث عن الآيات التي تتحدث عن ناسوته كويس ويعتقد أن هذه الآيات تطعن في لهوت المسيح وحاجة تانية أوقات بيحاول إنه المسيحين بيقولوا على المسيح هو الله طيب أنا بقى هجيب لهم آيات وأطعن في هذا فيقول لك إيه إزاي الله يأكل إزاي يتعب إزاي جوع إزاي ينام إزاي يتصلب إزاي يموت طب لما يتصلب من اللي بتحكم في الكون هو 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 عنده منظور واحد مش قادر يشوف المسيح مش قادر يشوف المسيح كما أعلن المسيح عن نفسه كما أعلن في الكلمة المقدسة كما نؤمن نحن به لأن إيماننا إحنا في المسيح المسيحية تختلف في نظرتها للمسيح فالإيمان المسيحي يرى المسيح الإله المتجسد هو إله كامل وإنسان كامل إله كامل وإنسان كامل وهذا هو اتحاد اللهوت بالنسوت فالكلمة فالكلمة الأذل الذي من نفس طبيعة وجوهر الله اتحدى بجسد بشري وبالتجسد والميلاد من مريم العزراء فإحنا يسوع عارفين أنه أخذ إنسان كامل صار إنسان كامل ده معناه أنه قلل من المسيح حاجة لا طبعا ده معناه قلل من كلمة الله الأذل لشيئا ليش أبدا فهو كإنسان كامل هو كإنسان كامل يتعب ويجوع ويعتش ويتألم ويصلب ويموت ده كإنسان بالنسبة لنا ما عندناش مشكلة في كده ما عندناش مشكلة لكن كمان عندنا المسيح هو إله كامل وأظهر لهوته وأظهر لهوته في حياته عندما يأمر البحر والريح فيسكت يقيم الموت ويخلق ويدين ويغفر الخطايا ويقول قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن فهو إله كامل هذه هي رؤيتنا في يسوع المسيح أخذ مداخل الأخ سام من الجزائر وأرجع عنك أهلين أخويا سام كيفك كيفك شو أخبارك أخ أشرب بأن فترة مفتقدينك وأنا كمان مفتقدك وأنا سعيد جدا لأني أشاهد الحلقة سبع اليوم من هو يسوع المسيح أول شيء أنا بدي أشكرك على حلقة حلقاتك السابقة والحلقة لماذا يجهل منقض السقار نحمة المسيح أنا بدي يعني أعطي تعليق إيجابي كانت حلقة بكفاءة عالية يعني مقادة بالروح القدس يعني أنا لحد الآن أتغذى روحيا من هذه الحلقة أشكرك يعني كان لازم أشكرك على تلك الحلقة فاتصلت عشان فقط أعطي تعليق ليس ممكن لا يصل إلى درجة سؤال ممكن لا تفضل يعني أنا بشوف يعني يقال أنه من يعجب بنفسه يهلكها ومن يبغضها يحفظها إلى حياة أبدية فأنا بشوف يعني المسيح هو الكلمة يعني هناك المسيح تنازل عن مجده يعني الكلمة في السماء جاءت على الأرض فيعني وكأن المسيح تنازل عن مجد يعني مجد سمائي عشان يستطيع أن يتواصل مع الإنسان صح الإنسان هو مخلوق ساقط بخطية آدم نحن ممكن لم نرد الخطية بطابعتها ولكن نتائج الخطية من تغيير جسدي روحي في صلى الله يعني فكيف ننتظر من الآب السماوي أن يخاطبنا بلغة إلهية أيها وهو في هيكل إنساني صحيح أنه هيكل المسيح هو هيكل بار ولكن الإنسان يبقى إنسان صحيح فعشان ممكن نعرف المسيح نحتاج إلى لمسة قلب نحتاج إلى عطية من الآب السماوي ونصلها بالاتضاع والعمل بالوصايا فأحيانا المعرفة ممكن تروح كافية عشان ندرك أولوهية المسيح فإحنا مثلا نشوف بولوس بالرغم من أنه درس في مدرسة يهودية وعارف بالناموس ولكن غيرته تلك الحادثة صح فاهم عليه فالاتضاع ضروري جدا لأنه ما لازم الإنسان يكذب على حاله الإنسان ساقط ولازم يتضع ويبغض نفسه في حدود معينة والعمل بالوصايا حتى ينتظر عطية الله وتدرك ربما يعني أولوهية المسيح ليهي يعني أنا يعني مو شي سهل ولكن الله قادر على كل شيء صح يعني أنا هذا رأيي صح وبشكرك لا 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 بالعكس أنا بشكرك لأنه فعلا لا يستطيع أحد أن يقول أن يسوع رب إلا بالروح القدس وده اللي بيعمله زي اللي عمله الرب مع بولس أنه يفتح القلب والزهن أنه يقبل عطية الله أنا دايما يا خسام بردد عبارتك لما بتتكلم عن المسيح أنه زي شخص المسيح شخصية المسيح جنانيتك لا هو أنا لما درست شخصية شاول أو بولس يعني شاول يعني بمعرفته بالله طبعا بالنموس ودرس يعني وهو في حادث يعني يكتشف المسيح صح يعني هو شخص يهود يعني يعرف بالنموس وكان رافض الكنيسة صح يعني هذا رأيي ممكن يكون صحيح ممكن يكون خاطئ لا شكرا 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 أخويا سام وبسعد جايما بمدخلاتك معنا بارسي كتير يسوعي باركك فهي هي دي نظرة اختبار المسيح زي ما قال أخويا سام أنه أنه لما يسوع المسيح ظهر لبولس فهم فهم وأدرك قال له ماذا تريد مني أن أفعل والرب يسوع غير حياته وصار بولس خادم ليسوع المسيح وده اللي احنا بنصليه لأجل كل إخواتنا كل إخواتنا العابرين اللي عارفوا يسوع المسيح كان لابد أنه يقول كل واحد فيهم وهو عارف أنه يسوع افتقدني فتح قلبي وإحنا بنصلي لأجل كل المشاهدين أنه رب يفتح قلبهم فيعرفوا حقيقة يسوع المسيح ومحبة الله في المسيح يسوع وعش كده النقطة اللي قالها خناسان مهمة جدا وأنا حاولت أن أنا أحطها في كده رسمة رسمتها معلش بإيدي أنا عايزة وضحها لحضراتكم لأنه دي تساعدنا كتير جدا نفهم الآيات اللي قالها المسيح هو لا ينفي منها لهوتو لكنه يتحدث عن تجسده واتضاعه في الجسد كويس لو جينا هنا خليني أحط الألم معلش أوكي لو جينا هنا ده الأزل eternity كويس إحنا إحنا مش موجودين من eternity محدش موجود في eternity قبل كل شيء كبل الخليقة الله موجود والله العاقل له فكر اللوجس وله روح هذا منذ الأزل هذا منذ الأزل كويس فالمسيح مع الآب منذ الأزل كلمة الله في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان كويس لكن حصل حاجة في ملء الزمان في ملء الزمان كلمة الله الذي هو في الأزل أتى إلينا متجسدا اتضع بالتجسد أخذ طبيعة طبيعة بشرية دون أن تؤثر الطبيعة البشرية على الطبيعة اللهوتية ودون أن تؤثر الطبيعة اللهوتية بعدم محدوديتها على الطبيعة الإنسانية فرأينا الاتنين فيه بالتجسد عشان كده يقول الذي إسكان في سورة الله لم يحسب نفسه خلصة أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه أخذن سورة عبد في ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت النموس ده التجسد في التجسد في حالة من الإخلاق والاتضاع وكلمة الله نفسي مشيئة الله يعمل عمل الله ده بالتجسد التجسد ده الطاعة دي كاملت في الصليب أخلى نفسه وأطاع حتى الموت موت إيه؟ موت الصليب كويس؟ لكن بعد الصليب حصل الصعود ويسوع المسيح قام من بين الأموات لذلك رفعه الله وعطاه اسما فوق كل اسم لكي تكثب اسم يسوع كل رجبة وبعدين في الحالة الأبدية مجدني بالمجد الذي لي عندك قبل كون العالم يسوع إلى الأبد فلما نفهم حالة الاتضاع دي حالة الاتضاع أخذها المسيح بالتجسد لكي ما يتمم المشيئة الإلهية ويتمم خلاص الإنسان لكن هل اختلفت طبيعة لهوته؟ لا 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 مازال هو الله مازال هو الله لهوته لم يتأثر لكنه أخفى لهوته أو خلينا أقول لكي ما يتمم إرسليته وهي أخفى مرات كثيرة لهوته أعلنوا مرات لكنه أخفى مرات لكي ما يعني كان المسيح كالله يستطيع أن يقتل كل الذين أتوا لكي ما يقبضوا عليه كان يستطيع أن يقلب الدنيا رأسا على العاقب لكنه لا 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 هو استسلم لهم لكي ما يتمم الفداء والخلاص عاش كده لما نتكلم عن المسيح نتكلم على الإله الكامل الإنسان الكامل ولا يوجد أبدا تعارض وعاش كده بنقدر نفهم أقوال المسيح في مكانها الصحيح اللي مش قادر أخواتنا المسلمين أنهم يفهموها فلا يوجد أبدا لم ينفل المسيح أبدا في موقف من المواقف حقيقة لهود هتقول لي بس المسيح ممشيش في الشارع يقول أنا الله في عبدوني أنا أقول لك لو المسيح عمل كده ما يبقاش الله يبقى شخص مختل اللي يمشي في الشارع أنا الله في عبدوني طب مشان عبودك يروح بعت نار تاكلهم مطلع مش عارف ايه يقتلهم ده مش إله لكن المسيح قال حاجات وعمل حاجات لا ينفع أبدا يقولها إنسان ولا ينفع أبدا يعملها إنسان عشان كده هو الله الظاهر في الجسد طيب في علاقة بين الأقنيم وده بقى اللي احنا بنفهمه من كلمة الله الله واحد مثلس الأقنيم الله بذاته بكلمته بروحه كويس لكن فيه ما ينطلق عليه من حيث الجوهر واحد لكن من حيث الأدوار الآب يقوم بشيء والكلمة يرسل ليتمم شيء والروح أيضا يقوم بعمل عشان كده بنقدر بنفهم طبيعة الله من خلال العلاقة بين الأقنيم فالابن يخضع للآب والروح الكدس يخضع للآب وللإبن كويس الآب أرسل للإبن ما ينفعش نقول للإبن أرسل الآب لكن الآب هو الذي أرسل للإبن الإبن جاء من عند الآب ليفعل مشيئة الآب للأدوار لا أحد يعرف الآب إلا الإبن ولا أحد يعرف الإبن إلا الآب الآب أعطانا ابنه ليكون كفارة عن خطيانا مين اللي مات عن خطيانا؟ بالجسد يسوع المسيح الابن الكلمة الأزلي الذي اتحدى بجسد الابن تجسد وأطاع حتى الموت موت الصليب الابن مع كونه كلمة الله الخالق لكل الأشياء يفعل مشيئة الآب ولمجد الآب الروح القدس منبثق من الآب ومن الابن الروح القدس غايته أن يمجد الابن فيتمجد الآب فهمنا لهذا لا يعثرنا أبدا بل بالعكس وضح لنا قد إيه هناك جمال وروعة في شخص الله هذا هو إيماننا المسيحي وهذه هي عقيدتنا إلى أن نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح معكم